كلنا محتاجين الحقيقة نقطع علاقتنا بهاتفنا الذكي أو الهواتف المحمولة زي ما شفنا الفيديو اللطيف التعليمي الترفيه اللي احنا شفناه تلخيص الكتاب قاهر الهاتف الذكي لو انت شاب لسه في بداية حياتك ومحتاج حافز أو دافع عشان تنمي مهاراتك المختلفة وقدراتك سواء في حياتك أو شغلك فبالتأكيد ممكن تستعين بالفيديوهات اللي احنا شفناها فيديوهات خاصة بمنصة أخضر منصة أخضر للفيديوهات دي تدي لك ملخص لكل الكتب العالمية المشهورة اللي ممكن تساعدك في حياتك العملية والاجتماعية تبسيط الكتب بلغة جذابة وجميلة ومختلفة حقيقة مع كل كتاب في شرح وفي شرح مبسط بتعليق صوتي باللغة العامية وبنبرد صوت جذابة هتوصل لك الرسالة بمنتهى السلاسة والبساطة دعونا نحكي حكاية المنصة وتطبيق أخضر مع صناعه الشباب اللي منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر أستاذ محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق أخضر صباح الخير برحب بحضرتك وكمان معانا عبد الرحمن إسماعيل مدير العمليات باق المنصة صباح الخير عليكم ومدرحب بكم معانا في صباح الخير صباح الخير حقيقة خلينا نبدأ من الفيديو اللي شفناه إحنا وإحنا قبل الهواء عمليين نقول إحنا كلنا كلنا هذا الرجل كلنا محتاجين فعلا نقف وقفة لأن يعني وأنا بشوف الفيديو بجاوب على الإجابات لا إحنا فعلا وصلنا لدرجة الإدمان خلونا نبدأ بالفكرة ليه فكرتوا في فكرة التطبيق من البداية والفيديو كمان اللي شفناه بصي أنا بحب القراءة من صغري على رغم من ده ما كانش له علاقة أصلا بدراستي وأنا كنت وأنا صغير كنت بحب أشرح الكتب لأصدقائي لأنه لما أشرح كتاب لحد أنا باستفاد أن أنا بفتكر المعلومة وفي نفس الوقت صديقي باستفاد أنه بدل ما يقرأ وقت بدل ما يقرأ يقعد يقرأ في الكتاب أنا بقول له الخلاصة بتاعت الكتاب فجيت في 2016 قلت ما عمل ده أونلاين وعلى اليوتيوب عملته على اليوتيوب بشكل بسيط خالص وكنت متخيل أن عدد الناس اللي ممكن تكون مهتمة بالنوع ده من المحتوى مش كبير قوي ممكن ميت شخص مثلاً على حاجة كأقصى تأدير بشكل بسيط خالص لكني قاعد مع صاحبي على القهوة مش بشكل معقد وعملته أونلاين وحطيده وعملت اتفاق مع نفسي أن أنا كل أسبوع هعمل ملخص كتاب بشكل بسيط زي ما شفنا اتفاجئت بقى بعد شهرين تقريباً مما كنت عملت 8 حلقات أن في ناس كتيرة جداً اهتمت بالنوع ده وعجبها وحست أن ده بيحللها مشكلة وبيقدم لها قيمة اتفاجئت مثلاً وانا فاتح الفيسبوك أن في شخص مشهور أكتر من شخص مشهور بيشير الحلقات ودخلت ولاقيت أن فيه كومنتات وناس وناس كتيرة جداً ولايكس أنا بصيت على الشهر حاجة عظيمة جداً ورائعة جداً وانتوا بتأكدوا كمان فكرة أن المضمون الجاد أو المضمون اللي بيحمل قيمة ليه مكان على سوشيال ميديا عكس ما الناس فكرة أنه بس المضمون الترفيهي والخفيف لا أنا ممكن أعمل ملخص لكتاب مهم في قيم للناس ده هخلينا أسأل عبد الرحمن إزاي ابتدت هذا المشروع منصة أخضر واختيارات كل الكتب لأنه عندنا كتب كتيرة في مجالات كتيرة جداً بس السؤال إزاي يختار الكتاب اللي فيه رسالة جذابة وممكن يأثر على الناس يعني طريقة تقييمنا للكتاب أو اختيارنا ليه بتبقى لها أكتر من محور أو أكتر من معيار طبعاً المعيار الأهم في كل الكتب أنها لازم تبقى كتب عملية يقدر الشخص يستفيد منها فيه كتير من الكتب المشهورة اللي ممكن الناس بتبقى تريندي أو الناس مهتمة أنها تشوفها أو أسمائها مسماعة ولكن فعلاً الكتب دي مبقاش فيها دي نأمثلة كده زي إيه كتب مثلا؟ اللي نحن نتقال قاهر الهاتف الزكي فيه عنوين كتير حسناً دلوقتي المنصة تقريباً فيها أكتر من 2000 ملخص بتغطي أكتر من 16 قسم فالكتب دي كلها بنتكلم في كتب ليه علاقة بريادة الأعمال الكتب ليه علاقة بالتربية لو أم حب أنها تهتم بالموضوع بالعلاقات العاطفية بالبيزنس بالفلسفة تقريباً كل المكتبة الغير رواية إحنا بنقدم ليها ملخصات الجانب اللي إحنا شوفناه هو شوية ليه علاقة بتطوير الذات لكن فيه عنوين تاني ممكن تبقى يعني من الكتب ممكن تبقى مشهورة أو كمان فيها قيمة قوي جداً زي كتاب مثلاً دي جال من المريخ و النساء من الظهر نفس العنوان ده أو عنوين كتير مشابها ليه إحنا بالفعل بنقدمها من خلال منصتنا وبنحاول بنراعي طول الوقت إن الكتاب اختياره زي ما قلت لحضرتك إنه هو الكتاب يبقى بالفعل ليه قيمة كبيرة جداً وبنعتمد إن الشخص يعني هو اللي بيقرأ الكتاب هو ده حد في الأول بالفعل قارئ وليه اهتمام أو شغف بالمجال اللي هو بيقرأ فيه فهو قادر فعلياً يستقلس الفكرة الرئيسية أو المهمة من العنوان ده ويقدمها بالشكل البسيط إنه هو الفعل المتلقي هو قادر يعني يلاقي نفسه كل حاجة بتتقل في المنضوع اللي بيتدى ده خليني نسألكو عن فريق العمل اللي بيقوم على تلخيص المجموعة كبيرة من الكتب اللي اتحطت على المنصة لحد دلوقتي زي بيتم اختياره وهل فتحتوا المجال إنه ممكن حد ما كانش معاكو وعارض إنه هو قرى كتاب مثلاً متميز وعايز يعرضه من خلال المنصة إنه ده يتم من خلالكم هو إحنا عندنا في أخضر أربع فرق خليني نكلمك على فريق المحتوى فريق المحتوى كذا لير أول لير هو إحنا هنعمل إيه في ناس بتحدد إيه الكتب اللي المفروض نعملها لأن إحنا عندنا 16 قسم وبننتج ممكن ما يعادل 100 كتاب في الشهر فده رقم كبير والمفروض إن الرقم ده يبقى طالع بشكل متوازن يعني ما ينفعش مثلاً قسمه معين نركز عليه ويبقى كل الكتب موجودة فيه فإحنا المرحلة الأولى هو هنعمل إيه أو اللي بيحطوا الخطة إحنا مثلاً خلال التلات شهور دول هننتج العدد المعين في القسم الفلاني بعدين الناس المعدين بقى نفسهم ودول متواجدين على مستوى الجمهورية يعني إحنا مش بنشتغل في مكان واحد إحنا بنسق عن بعد مع ناس كتيرة جداً ومتخصصة في مجالات مختلفة الناس ديت علشان تعد المحتوى لازم تبقى هي بتعد في جايد لاينز معينة أو في إطار معين بحيث إن كل الملخصات أو كل المحتوى يبقى شبه بعضه لأن المتلقي وهو بيسمع أو وبيتفرج هو عايز يشوف محتوى متشابه فالناس المختلفة أكيد بتكتب بأساليب مختلفة ومهم إن أنا من الأول أدربها وحط لها إطار بحيث إن الناس كلها تبقى بتطلع منتج شبه بعضه للمرحلة التانية الشخص هو بيعد لازم يحط ريفرنس أنا مثلاً جاي بالمعلومة ديت من الجزء الفلاني علشان في شخص تاني هيرجع وراء بتاع المرحلة التالتة بحيث إن المحتوى المقدم أبقى أنا متأكد 100% مش معتمد على شخص ولا رأي شخص أبقى أنا متأكد 100% أنه هو accurate أو دقيق 100% دي المرحلة التالتة بعدين مرحلة الفويس أوفر إن المحتوى ده بقى يسجل بشكل صوتي أو يدخل في شكل فيديو وآخر مرحلة هو مرحلة النشر إن المحتوى ده يتنشر بمعدل مناسب مع تلقي الجمهور لي حقف شوية عند المرحلة الأولى واروح لعبد الرحمن مهمة مش سهلة أبداً صعبة أنك أنت تلخص أو تختصر كتاب ممكن كتاب يصل إلى 200-300 صفحة في فيديو مدته دقيقتين تلاتة من خلال رسمة وصبورة وآلم هنا إزاي أو فكرة إزاي الكتاب بتقف عند المعاني أو الأفكار الأساسية فيه وإزاي بتترجمها من أفكار إلى معلومات سريعة من خلال الصبورة والرسمة والآلم اللي احنا شوفناها طيب هو التجربة طبعاً مرت بأكتر من شكل وتطورت لحد ما وصلنا للشكل الحالي يعني هو إحنا بنعتمد في الأصل زي ما قلت لحضرتك أنه الشخص اللي بيقرأ الكتاب ده بشكل ما أو بآخر وليه اهتمام بالمجال ده يعني لو إحنا بنتكلم في مواضيع اللي هي علاقة بالاقتصاد مثلاً فده شوية حاجة معقدة أنه هو أي قارئ ممكن يستهوي الموضوع ده أو يقدر حتى يستنبط الأفكار المهمة من خلاله فبنحاول نهتم أن القارئ اللي في المجال ده سواء في التربية في الاقتصاد في أي موضوع من الموضوعات دي بقى هو حد متم بالحاجة دي فهو قادر بعد ما يقرأ الكتاب أو من خلال قراءته للكتاب فعلاً يستشفى الأفكار أو يستنبط الأفكار للكاتب محتاج أنه هو يوصل ده في البداية بعد كده بنبدأ لما بتبدأ قراءة الكتاب هو بيبقى فيه إطار للتعامل مع الكتاب إنه هو في أول مثلاً مرحلة بيقرأه بيقدر من خلال يطلع زي درفت مثلاً لكل جزء بشكل معين بعدين بيبقى فيه زي قراءة تانية من حد بقى زي مراجع أو بيشوف أن الكلام اللي مكتوب ده هو هو ده مطابق بالزبط للفكرة لأن أوقات أنا ممكن عايز أصير فكرة فرأي الشخصي ممكن أقوله أو أن أنا بصير ما قلتش رأي الشخصي إنه رأي الكاتب اللي بنقله للمطلق بالضبط أنا بعمل مراجع عليه الكتاب مش بقول رأيي فيه فأنا مهم جداً يعني أخد بالي من حتة زي كده طب بعد ما بنستخرج الأفكار بشكل منفصل بيبقى فيه عملية معالجة لها بحيث إن هي الزيت وصغف سكريبت مترابط يبقى فيه سرد قصصي يتلاعم بقى إن أنا وانا قاعد كده أنا مش حاسس إن أنا فيه أطعات أنا التسلسل سلس جداً قادر إن أنا أعبر عن المحتوى المكتوب ده بطريقة صوتية ممتعة وكمان قادر إن أنا أعرض ده بشكل يعني فيجوالز أو حاجات متصورة بشكل جميل جداً طيب إحنا عايزين نستغل الفرصة ونوري سيدا المشاهدين نموذج تاني كمان من النماذج اللي انتم عاملينها نموذج تلقيص للكتاب فن الله مبالاة خلينا نشوفه بعدين نرجع نكمل لقاءنا مع الزيوفنا شارلز بوكوفسكي واحد من أشهر وأنجح الروائيين والشعراء في العصر الحديث صاحب مؤلفات كتيرة كلها انتشرت بسرعة كبيرة ونجحت نجاح غير متوقع ويمكن أول حاجة هتيجي في دماغك لما تعرف تفاصيل نجاح بوكوفسكي هي إنك هتفتكره شخص منضبطه ملتزم والشخص بيقرأ وبيكتب دايما وتعب في حياته عشان كده وصل للنجاح اللي هو فيه لكن ده مش حقيقي ولو رجعنا لقصته هنلاقي إن حياته كانت مثال للفشل كان شغال في وظيفة عادية ملهاش علاقة بالكتابة وبالنسبة للكتابة نفسها فكانت دور النشر بترفض أي حاجة بيكتبها كانت كتاباته سيئة ورديئة والوضع فضل كما هو لحد لما عدى سن الخمسين ووقتها جاله عرض متواضع من دار نشر وعلى الرغم من إن فلوسها أقل من فلوس شغله إلا إنه بيشوف إنها مش فرقة كتير وبالفعل بيستقيل من شغله وبيبدأ يكتب وبتنزل كتب المكاتب وتحصل المفاجأة كتبه بتنتشر بشكل غير متوقع وبيتحول الكاتب الفاشل اللي عايش في حياة أشبه بمستنقع لواحد من أهم الأدباء والشعراء اللي الكاتب بيحاول يقوله من القصة دي إن المحاولة والتعب مش كل شيء وممكن تتعب طول حياتك وفي الآخر ما توصلش لأي حاجة إنت كمان ممكن ما تتعبش وتوصل للي إنت عايزه أكتر بس قبل ما تتصرع في الحكم وتكتئب وتقرر إنك ما تعملش حاجة في حياتك تعال نفهم الموضوع بشكل أعمق وليه الكاتب بيبدأ الكتاب وهو بيقول لنا ما تحاولوش جاهز كباية الشاي في إيدك علشان نبدأ نشرح أهم كتاب تنمية ذاتية واللي في نفس الوقت بيهاجم معظمها وبيديك نظرة مختلفة تماما عن نفسك وعن الحياة وكمان تقدر تحسن حياتك وتشوفها بمنظور جديد بملخصات كتب النمو الشخصي على تطبيق أخضر زي ما شفنا كتاب فن لا مبلاء ما شفناش عرض معلوماتي بس ما شفناش معلومات عن الكتاب من هو المؤلف الكتاب يحتوي على إيه لكن ابتديته بقصة فكرة السرد أو الحكي اخترت نموذج مايكوفيسكي وتكلمت عنه إنه إزاي كان فشل في حياته وبدأ بعد سن الخمسين فكرة الحكي دي فكرة جذابة جدا بتعتمدوا عليها كتقنية في عرض الكتب بشكل كبير بالضبط موضوع الستوري تيلينج أو أن أنا أحكي لك حكاية وبعد الحكاية ده أنا أربطها لك بفكرة أو أربطها لك بمبدأ الناس بتحب النوع ده من المحتوى جدا هشعوب بنحب الحكي أو شعوب حكاءة جدا وخصوصا كمان العصر اللي إحنا فيه هو عصر الناس ما عندهاش وقت وهو مشغول دايما بيعمل حاجة تانية فأنا محتاج أقول له الحاجة بأبسط شكل ممكن إحنا دلوقتي في عصر التيك توك فأنا بحاول أخلي الكتاب أشبه بالتيك توك أخلي المحتوى أو الفيديو لايت جدا لدرجة أن أنا ممكن أسمعه وأحصل على المعلومات اللي فيها حتى وأنا بمارس مشغول تاني يعني ممكن مثلا وأنا بردت بالبيت ممكن وأنا في الجيم ممكن وأنا رايح الطريق أنا وأنا في الأنشطة ديت أنا مش مركز 100% مع الكتاب ولا مع المحتوى أنا بعمل حاجة تانية فبالتالي لازم المحتوى يكون بسيط جدا إحنا بنركز على الحكي وبنركز كمان على أن يبقى فيه كول تو أكشن يعني أنا بقول لك حاجة هتعملها في حياتك مش بقول لك معلومة مجردة كده جفة حاجة تطبق في الحياة بالضبط فإحنا دول المبدئين اللي إحنا بنركز عليهم في أخضر لازم الملخص أو لازم المحتوى يكون متقال بصورة محكية في حكاية وفي كمان كول تو أكشن حاجة أنت هتنفذها في حياتك فبالتالي ده أكتر محتوى موكي مناسب مع العصر اللي إحنا فيه الوقت وده برضو الترجم في الأرقام يعني مثلا لما تيجي تتكلم على محتوى جد ومحتوى كتب إحنا دوليتي عندنا أكتر من 80 مليون مشاهدة فإنت تتكلم في نسبة وصول كبيرة جدا بالنسبة لمحتوى جد مش محتوى ترفيه أو محتوى بالضبط ده متحدي كبير يعني بالضبط طيب مستاذ عبد الرحمن المعادل البصري اللي اخترته فكرة الرسم اللي هو أشبه مثلا بكاريكاتير في بعض الأحيان زي ما شفنا في الفيديو ده أو الفكرة اللي قابليها الصيغة دي توصلتولها إزاي ليه قررتوا لدي تبقى الصيغة مش معادل مثلا باصرة إن أنا هجيب فيديوهات أو صور لأشخاص وبتكلم عن شخصية وليها فيديوهات معينة هي دي اللي هحطها تبقى المعادل البصري اللي بيتم عليه سرد الحكاية طيب هو اختيار ده من يعني أو هو من البداية لما اشتغلنا على طريقة تقديم الفيديوهات دي أو التمثيل البصري بالطريقة دي هي كانت هي طريقة مرنة مناسبة إن احنا نعرض بيها مواضيع متنوعة ومختلفة وبعدين في التطور بتاعها بدأنا إن احنا بشكل ما وبآخر نستثمر فيها أكتر إن احنا نبقى قادرين نستثمر في الأشكال اللي بتقدم أو المايند مابينج بشكل ما وبآخر دي طريقة متميزة جدا في التعليم إن أنا لما أعرض حاجة بطريقة منصقة المعلومة العنوان الرئيسي بشكل معين والعنوين الفرعية متقسمة بشكل ما وبعدين ببدأ إن أنا أربط لك شخصية مثلا يعني لو أنا بدأنا المشهد أو بدأنا القصة بكاركتر وبعدين الكاركتر ده بدأ يتنقل معانا من مشهد لمشهد فدي متميزة جدا إن هي بتقدر توصل الفكرة بشكل سلس جدا وجذاب وكمان ممتعة للعين يعني في العصر اللي احنا فيه دي الوقت الحتة البصرية وإن الحق الواحد يشوف حاجة فعلا ألوانها جميلة وشكلها ممتعة وجذاب بتبقى نقطة مهمة جدا إن هي عنصر مهم لا يقل أهمية عن فكرة إن المحتى نفسه أو طريقة الأداء الصوتي تبقى قوية وجذاب أداء الصوتي كمان يا ليلة زي ما شفنا فيه حماس وفيه قريب للودن يعني والقلب بسرعة كده بيحسسك بالكلام ومعنى الكلام ده مهم جدا اختيار الأداء الصوتي أو من يؤدي الكتب صوتيا بالضبط ده برضو من ضمن الحاجات اللي خدت منحنا تطور كبير إن هو زي الشخص اللي بيقدي الصوت ده يعني إحنا وإحنا بنحكي ممكن في النص نريد أرمي إفه الإفه ده هو في السياق معين بيريليت مع الناس لمشهد ما من فيلم أو كده فإفه ده لو مرمي بطريقة كويس أو في السياق كويس بس بدون أداء مظبوط يعني هتحش بدي أفر والواقع يعني يعني مش هيبقى طعمه حلوة كده وحس أن أنت مستسيقه فطبعا الشخص اللي بيقدي هو بالفعل ممثل صوتي وشخص بالفعل بيقدي ده بشكل محترف فلما بيعمل ده مع الحبكة بتاعة القصة مع حبكة التصميم والسرد مع كل ده فهو المنتج في الآخر بيبقى إلى حد كبير مرضي للجمهور وكمان مرضي لين طيب أستاذ محمد بالنسبة ليه التواصل والأرقام الحكي تتكلم عنها الملايين اللي فعلا تفاعلت مع تضيق ومع المحتوى اللي موجود عليه ايه أهم ردود الفعل اللي بتيجي أو التعليقات اللي بتيجي وهل فيه مثلا مجال معين هو اللي فيه إقبال على متابعة المحتوى الخاص بيه أكتر من محتويات تانية ولا يعني الموضوع ماشي بالنسبة متساوي وكمان الفئات المقبلة أكتر على متابعة المنص بسي وانا زي ما قلت لحضراتك في البداية النجاح أو الأرقام ده كانت بالنسبة لنا مفاجأة يعني احنا ما كناش متوقعين أن العدد أن يبقى فيه عدد كبير ومش بس في مصر في الوطن العربي كله وحتى مش بس في الوطن العربي كله عندنا فيه ناس عرب موجودين في أوروبا وأمريكا عندنا جمهور كبير في تقريبا 173 دولة مختلفة فإحنا النجاح ده فاجئنا وخصوصا مع محتوى جاد فتقريبا ممكن مثلا متوسط عدد مشاهدات بشكل شهري أكتر من مليون مشاهدة و80 مليون مشاهدة بشكل إجمالي وبعدها أطلقنا المنصة بتاعتنا المنصة بتاعتنا عندنا أكتر برضو من 2 مليون مستخدم أما بالنسبة لإيه ناس بتحب نوع محتوى إيه أكتر محتوى ناس بتحبه هو المحتوى اللي بيبقى تطبيقي أكتر ما يمكن وده بينطبق على كتب مثلا العلاقات الاجتماعية كتب تطوير الزات كتب علم النفس الكتاب اللي أنا هستخدمه في حياتي في بيجي لنا فيدباك بخصوص مثلا اللهجة ممكن مثلا المحتوى يكون متخصص أكتر مع كل دولة مختلفة بحيث أن يتبقى لهجة يبقى المحتوى قريب منها أكتر في برضو بيجي لنا محتوى نحن ممكن ننزل لفئات عمرية أصغر شوية بحيث أن الأطفال بالضبط يعني فيه أباء كتير قوي يحبين الموضوع ده موجود يعني أعلم مولادي ازاي يقروا أو يتعودوا على الكتاب فده أكيد بالضبط وده اللي احنا هنحاول نعمله الفترة الجاية أن احنا ازاي برضو نقدر نخدم الأطفال الصغيرين ونبدأ ندخلهم ونعرفهم على عالم الكتب والقراءة بشكل عام يعني نموذج مشرف بجد أنا ساعدت جدا أن أتشرفت بيكم النهاردة ونموذج كمان يقدم للناس أنه ممكن مضمون جاد وثقافي ومحتوى ثقافي وجاد يبقى ليه تأثير 80 مليون ما شاء الله يعني بتكسبه أكيد أنه منصف أخضر بس ما شاء الله يعني تجربة ثقافية شبابية جميلة وممتعة وشكركم كمان بتعمل نوع من الإغراء بالقراءة يعني أكيد لما الواحد يسمع الفيديو ده عن كتاب مثلا زي فن اللامو بلا أو أي كتاب تاني أنه ممكن يروح يشتري الكتاب يعني قراءة معمقة لأنه كده بنرجع عادة القراءة مرة تانية فجاي أنت بتعمل فيديوهات كده مشوقة أو مغرية للقراءة من جديد بشكركم شكرا جزيلا بشكر محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق أخضر بشكر عبد الرحمن إسماعيل مدير النشاط بالمنصة نورتونا شكرا جزيلا شكرا يكون نتمنى لكم التوفيق ونواجه دعوة كمان من خلال صباح الخير يا مصر لجميع الشباب أن هم يدخلوا على التطبيق والمنصة ويتابعوا ملخصات الكتب اللي شوفنا يمكن نماذج سيقة منها